هذه الذرة تختلف تماما عن التي كان يتناولها أجدادنا سابقا فهي معدلة جينيا بتقنيات التحرير الجيني وهي إحدى تقنيات التعديل الجيني وتتم من خلال إعادة كتابة المادة الورثية مخبريا لتغيير بعض الصفات التي تمتلكها الكائنات قصة تحرير الجينات وتعديلها في النباتات والمحاصيل بدأت في سبعينيات القرن الماضي عندما أدرك العلماء إمكانية تعديل الحمض النووي للكائنات لتحقيق فوائد كبيرة بحسب منصة Literacy Project Genetic ولكن تقنيات الهندسة الجينية سابقا كانت مكلفة ومعقدة وتتطلب وقتا طويلا لتحقيق النتائج النقلة الجوهرية في عالم تحرير الجينات حدثت عام 2020 عندما أعلنت العالمتان إمانويل شاربنتي وجينيفر دودنا اكتشاف تقنية كريسبر كاسناين وحصلتا على جائزة نوبل في الكيمياء لاكتشافها بيان علماء جائزة نوبل شبه تقنية كريسبر كاسناين بالمقص الجيني أو الأداة التي يمكنها إعادة كتابة شفرة الحياة وتعتمد تقنية كريسبر على توجيه إنزيم كاسناين إلى الموقع المرغوب تغييره في الحمض النووي ومن ثم يمكن القيام بإضافة أو إزالة أو تعديل أي جزء في تسلسل الجينات بسهولة تستخدم تقنية كريسبر بشكل واسع في مجال الزراعة بحسب منصة نيشن لغايات تخدم تحسين المحاصيل وزيادة إنتاجيتها وجودتها تعزيز مقاومة المحاصيل للأفات والأمراض وزيادة خصائص تكيف المحاصيل مع تغيرات المناخ المحاصيل المعدلة يمكن أن تساعد في تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة للسكان حول العالم وتقليل الأثر البيئي للزراعة من خلال تقليل الاعتماد على المبيدات والأسمدة الكيميائية ودعم المضي قدما نحو مستقبل زراعي أفضل وأكثر استدامة